النهاردة فيه هدائل اهرام في شارع الخامسة الف تحديدا وعند احد المحلات المقاطع بشكل تام ما عندوش اي منتج منه المنتجات المقاطعة وكل المنتجات اللي عنده منتجات مصرية تماما المكان اسمه زاد وكل المنتجات اللي عنده منتجات مصرية 100% مافيش اي منتج من المنتجات المقاطعة اسمه حضرتك ايه؟ سيد خيب هو اللي اخدت القرار انه هتقطع تماما في المحل وك excluding쳐 عبر الله سيد زاد وسيد امتى خدتوا القرار ده امتى اللي خلاكم من ساة دليلات الحرب من اول يوم من اول يوم طيب ده اثر عندكم على المبيعات او اثر على المكسب لا الحمد لله ما اصدرش للعكس فيه ناس متجاوبة واحنا يعني يمكن اللي ساعدنا على المقاطع على الناس نفسنا فيه ناس دايما بالمحلات بيبقى عذرها انها مش عايزة تتقطع ان بيقولك الناس عايزة كده وده هي اثر على مكسبنا لا بالعكس وزادي الحمد لله مكسبوا الناس تسعين في الليوان للناس مقاطع عشر في المية ده اللي هو مش وقاطع طبعا عشر في المية ما اخسرناش احنا فيه ناس جتلنا من اواكن بعيدة فيه ناس بتيجي من الغابة الرابعة فيه الحدائق كلها حدائق العرام اشكك يغليكم جدا وربنا يبارك لكم ويزيدكم من البركة والرزق والخير في كل الاتجاهات يا رب بإذن الله ويعني مش عارف اشكركم ازاي حي شكرا الله لكل سكان حدائق العرام اللي بيدور على مكان فيه كل المنتجات المصرية بس زاد الشارع خمسة الف البوابة الاولى حدائق العرام ترجمة نانسي قنقر